رجعنا بقى للفقرة بتاعتنا الفقرة السابتة معانا وهي فقرة الكابسولة ويمكن الكابسولة كانت دايما من بداية الموسم الثالث لبرنامج سحياتك سروتك كنا بنتكلم عن الإدمان ودايما فيه مشكلة بتواجهنا هو النهاردة ممكن فعلا حد يكون مضمون لبطل الإدمان ده اللي هنعرف إجابته النهاردة ونضيف وضوفكم دكتور محمد راشد تشارح السؤال معنا تكون محمد صباح الفل عليك صباح النور وصباح اليسمين على حضرتك ويعني دايما تكون بخير وصحة وسلامة وبرنامجك من أحسن لأحسن إن شاء الله صباح الفل بالنسبة برنامجنا عايز أقولك على حاجة من سنة كنت دايما بقول برنامجنا مسابق بخطوات وكنت لما نازل هذا اللو على الفيسبوك كنت بتعمل ننزله كان لنا تجربة مع كورونا عايز أقولك لو تفتكل من 3 أسابيع كنا بنتكلم على التخزيل العلاجية في الرياضيين والأسبوع اللي بعديه لقيت 3 برامج بيتكلموا على التخزيل العلاجية الأسبوع اللي فاتت أنه كنا بنتكلم على قيلة شاب وفاكر لقيت الأسبوع ده أول 3 برامج بتكلموا على الشاب وبرنا عرفش دي بقى صدفة عرفش رسالة بتاعتنا بتوصل يعني معرفش والله حاجة غريبة جدا لو كمان النشاط الملحوظ في الأجلس الدولة يعني في الشرقية كان فيه يعني إجراء مسكو شحنة حوال 1500 كيلو تقريبا من هذا المخدر يعني فيه كذا نشاط يعني بعد بص هو أنا ببقى في سعيد ليه لأن من ضمن أهداف البرنامج بتاعنا هي التوعية صحيح التوعية من قاسة ناتا لما تيجي تصور قضية تلاقي ناس كتير قوي بتتكلم فيها صحيح ده من ضمن الأهداف الأساسية لبرنامج صحتك صورة صحيح فأتلاحظ أن إحنا دائماً كل ما نصير قضية يبتدي ناس تاني تتكلم فيها يعني إن شاء الله دكتور محمد راشد عايزين نهارده نتكلم على الإدمان ونختم بقى موضوع الإدمان بس عايزين نتكلم بشكل مختلف ودائماً فيه سؤال بيتبضل لسه السادة المشاهدين هو ممكن المدمون يبطل إدمان؟ خلينا نقول يعني قبل ما نقول هل هو هيبطل أو لا عايزين نعرف بس حجم المشكلة لأن طبعاً لما تعرف حجم المشكلة يبقى لها دور يظهر بها دور الأسرة دور المجتمع دور الدولة وأجهزتها زي ما إحنا شايفين فيه على المستوى يعني القادة السياسية وعلى مستوى الأجهزة الدولة كلها فيه إجراء طبعاً لازم إحنا عارفين حجم المشكلة شكلها إيه؟ وخصوصاً في مصر إحنا عندنا حوالي 10% من مجموعة السكان معدل المخدرات حيث يمثل 10% من مجموعة السكان دي أول حاجة صادمة يعني وطبعاً 10% دي في منهم ما هو مدمن وما هو متعاطي ولازم فيه عندنا نعرف الفرق بين المدمن وبين المتعاطي يعني هو 10% من إجمال السكان؟ من إجمال السكان يعني إحنا لقلنا 100 مليوني عندنا مثلاً ما يكرم من كده يعني لأ عندنا 10% 100 مليوني بحوالي 10% حوالي ما يكرم من 10% أو 9% يعني في حدود من 9% إلى 10 مليون طبعاً دي رقم كبير طبعاً ما هو رقم كبير جداً ما إحنا عندنا في مصر خلينا نقول إحنا أكبر إحنا ما يعادل ضعف المعدلات العالمية اللي هي 5% وطبعاً هي زادت طبعاً عشان برضو يعني بعد أحداث الإنفلات يعني المشكلات السياسية اللي بيبقى لها دور يعني هي زيادة عن 5% زيادة أو ضعف المعدلات العالمية اللي هي 5% تعال نخش أكثر عمقاً إن إحنا عندنا حوالي 72% من الزكور يعاني من هذا الإدمان 27% و28% إناس تعال نخش لا و72% من العشرة في المية صحيح؟ من العشرة في المية طبعاً من العشرة في المية زكور و28% إناس تعال نخش بقى طبعاً ده إحنا شايفينه حتى اليومين دول إن 80% من الجرائم اللي هي اللي بيسميها الغير مبررة سببها هو الإدمان جرائم غير مبررة يعني يعني جرائم لو أي واحد يعني عتيد الإجرام بيش هيعملها بيش هيعملها بهذا المنظر السافر اللي إحنا بنشوفه اليومين دول اللي هي الجرائم اللي يكون لها أي معنا تغييب العقل والوعي 80% من الجرائم سببها هذا المخد أنا عايز أضيب بس حاجة كمان هو المشكلات الجرائم هو قبل ما يبالي الجريمة بياخد حاجة تخليه تحت تأثير هذا الإدمان علشان لو تمسك أي حاجة تحصل فيه هو مش حاسبه ده موضوع تاني ده موضوع تاني اللي هو يعني لكن اللي بيكتن أنا أصبحت هي بتساعده في الجريمة في عملية الجريمة لا ده فيه موضوع تاني اللي هو بيأمش بشكل زي ما قلت عدد مدمن بشكل رجل بشكل رجل هو يوميا لازم يوميا حطت الضرب إذا ما بيقوله تحت المخدة حضت الجرعة في جيبه لا ده موضوع تاني اللي هو بيأمش تحت تأثير مخدة 24 ساعة طبعا 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 شيء ما هو ده المدمن هو ده عشان الناس بتختلف عن المدمن وعن المطاعات المطاعات ده ممكن ياخد في مرة ياخد كل أسبوع كل شهر بس الطاعات هو بداية الإدمان الطاعات هو بداية الإدمان وهي بتبدأ من كده بحيان ده برضو من ضمن الإشكاليات إن المدمن لا يعترف في البداية إنه مدمن يقولك لا باخد كذا بعد كده تبصت لا إنه يتحول ينتقم من المرحلة إلى أخرى حشان كده حتى بيقوله دايما الإدمان بداية من القمة إلى القاعة تمام يعني ده مشكلة الإدمان تمام فدي مبدئيا من حجم المشكلة مشكلة كبيرة طبعا هل هو قادر على إنه هو يعني يتعافى يتعافى من الإدمان طبعا قولا واحدا ولكن إحنا خلينا نقوم بش بالطريقة العادية أو بالطرق البسيطة اللي بيتم عرضها سواء كان في الأفلام أو المسلسلات أو يعني أي بذلك النون إنه هو في الغالب بيتعرض إلى مرحلة فقط وهي مرحلة اللي هي أعراض الانسحاب اللي هي الأعراض دي جزء ويمكن دي يكون أبسط جزء في هذه العملية يعني على ملية الاستشفاء أو التعافي ده أبسط جزء اللي هي عملية العلاج أو التعامل مع أعراض الانسحاب لأن في النهاية إحنا منها محتاجين إيه الهدف اللي إحنا محتاجين واحد ما يجيش لحد المخدم مرة أخرى ويفضل هو ما يجيش من الأول رقم اتنين يكون عادة بناء العلاقات مع الأسرة رقم تلاتة إنه أنا أقدم فرض للمجتمع أقدم فرض يعني الأسرته واللي بيتعامله أو العمله أو للعلم وبالتالي تعلم يعني أو المجتمع وبالتالي الدولة ككل ده إذن ممكن حج مبطل إدمان طبعا طب المراحل يبقى يا دكتور المراحل عندنا عندنا تلات مراحل رئيسية تمام تلات مراحل رئيسية المرحلة الأولى إن هي بيكون نوع من الأنواع يعني بيبدأ يتوجه لي الجهات المختصة وإحنا عندنا الدولة المصرية عاملة يعني في هذا الإطار شغل يعني أعلى الوصف يعني على أعلى مستوى صندوق دعم يعني التخلص من إدمان وجه ذلك الإعلانات والدعاية اللي تتعمل يعني على أعلى مستوى التوعية التوعية بشكل كبير جدا ده دول كبير طبعا بيبدأ الأول مرحلة هي عملية التقييم والتشخيص التقييم والتشخيص عشان أنه يضل من خلالها يتم من خلالها تحديد الدرامج التأهيلي المناسب إذا درجات إذا الإدمان ليه درجات كبير طبعا 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 الحاجة التالتة تشوف نسبة السمو في قلب الجسم عشان على أساسها طبعا دي بقى كل هذا التقييم بيختلف بالشخص الآخر حسب الجنس وحسب العمر وحسب الحالة الصحية وبناء عليه بيتم عملية إعداد البرنامج أو التأهيل دي المرحلة الأولية المرحلة التانية اللي هي مرحلة بقى بيسموها الضبط الدوائي أو أننا دلوقتي أبدأ عملية إعادة بقى هنا ساعتها يبدأ في المرحلة دي بيكون المريض أو الشخص بيخش بقى في مرحلة الأعراض الانسحابية بيبدأ بقى لأن دي مرحلة بيسموها إزالة السموم دي المرحلة دي بيتم التعامل معها بقى سواء بأدواء بديلة أو كذا أو كذا ودي يعني دي اللي هي اللي هي وغدة كل المشهد كله لا دي أبسط مرحلة يعني مرحلة اللي هو يحصل اللي هو يتخلص الجسم من هذا السم أو هذا المخدر دي أبسط مرحلة المرحلة التالتة بقى اللي هي مرحلة بقى اللي هي خاصة بيه عمل البرامج اللي هي بقى اللي هدفها التعديل السلوكي والنفسي التعديل سلوكي والنفسي وده أهم حاجة دي بتتضم بقى مرحلة التعافي وإيه لها جانب مرحلة إنه هو ندخله فيه قلب المجتمع وإنه هو يبعد مرة أخرى ليه يعني ما يجيش لحة المؤخدر مرة أخرى وده طبعا بيأمني أو يعني أساسا بتعتمد على إنه بيتم حمل سواء جلسات فردية أو جلسات جماعية بهدف إنه هو تعرف إيه الأسباب اللي أدك لإن هذا الشخص أصبح مدمن تعرف إيه هي يعني إزا نحن نحن نتعامل معريك من ناحية النفسية طبعا طبعا وده أهم حاجة الجزء النفسي والسلوكي هو في النهاية نفسي وسلوكي لأنه يرجع تاني أنا قلت حضلك عملية تنقية الدم أو أن أنا أخليه ما فيهوش سموم دي أبسط مرحلة اللي هي علاج الإنسحاب لكن أنا أتكلم إن أنا عايز أستمر محافظ عليه شخص جيد طبعا من خلال إن أنت بتعرفه يعرف إيه هي تعمل عملية تعديل للأفكار السيئة اللي عنده تعديل للمفاهيم المغلوطة يعني ناس بتاخدوا الترامدول يقولك عشان أشتغل كتير طبعا ده أفكار بكلها مخلوطة عندك برضك إن تعديل السلوك وتعديل السلوك ده بيحتاج برامج بيحتاج بكهود تمام آخر جزئية اللي هي دور الأسرة بس عزيني أقول لنا دكتور فيديع عشان الوقت معناسف أزف علينا دور الأسرة أولا أنت لازم لو ابنك أو كذا لازم بيبقى في مواجهة وأنه يكون المواجهة بيتكون بشكل محسوس ما في لغة حوار لغة حوار رقم اتنين لابد أن أنت ما تتعملش معها لأنه مجرم لأنه مش بحتاج تقليم أو تتعمل معها لأنه مريض لابد أن أنت الصحبة لابد أنك تراكب هذه الجزئية تقطع الأموال بأيش الأموال بشكل الكبير ده وفي النهاية بنقول من نم تشغله نفسه بالحق شغله الشيطان بالباطل ونعم بالله خلينا بس أشكرك على الإدمان وإحنا كده أفلنا موضوع الإدمان صحيح إن شاء الله تعالى أتمنى أن نكون وصلنا رسالة في الآخر إن الإدمان الشخص المضمن ممكن يتعالج ويا ريت ما ينوصلش لحدة الإدمان عنا على أولادنا وعلى شبابنا وعلى كل إخواتنا في الوصول شكرا حمد رجل أشكرك على حلقات الإدمان وإن شاء الله نتدي بقى سلسلة حلقة جديدة الأسبوع الجاية على موضوع جديد إن شاء الله تعالى إن شاء الله بيش دي لا فعل خلصت فقرتنا القول النهاردة خلينا بقى نستعد للفقرة الثانية أو الثالثة موضوع العظام هنأخذ الفقرة الأول الثانية هنأتكلم عن نعرف يعني عظام ونطلع فاصل ونشوف بقى قصة العظام فاصل ونواصل بتعاني من الألام المفاصل بتعاني من خشنة الرجبة عندك مشاكل في العظم بيكساش جل أول منتج متخصص لجميع ألام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية بيكساش جل مش جل واحد لا دا اثنين واحد نهاري باللون الزرع علشان لو بتعاني من الألام وواجع وانت رايح شغلة الصبح أو مش عارفة عمل شغل البيت والتاني لي أحمر دا عشان تعرف تنم بشكل طبيعي وبهدوء بيكساش جل حصل على تصريح وزارة الصحة بيكساش جل النهاردة مستحضر مكاول من أعشاب طبيعية مستحضر في صورة جديدة على صورة البمب مستحضر بنستخدمه صباحا بنستخدمه مسائب نصيحة مني البيكساش جل هو رخم واحد في كل الألام المتسمية بيكساش جل والأول مرة جل مزود ببمب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة بيكساش جل متوفر بعبوتين كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل للحصول على بيكساش جل يرجى الاتصال على الأرقب بتعاني من الألام المفاصل بتعاني من خشونة الرجبة عندك مشاكل في العظم بيكساش جل أول منتج متخصص لجميع ألام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية بيكساش جل مش جل واحد لا ده اثنين واحد نهاري باللون الزرع علشان لو بتعاني من الألام وواجع وانت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة عملي شغل البيت والتاني لي أحمر ده عشان تعرف تنم بشكل طبيعي وبهدوء بيكساش جل حصل على تصريح وزارة الصحة بيكساش جل النهاردة مستحضر مكاول من أعشاب طبيعية مستحضر في صورة جديدة صورة البمب مستحضر بنتخدمه صباحاً بنتخدمه مسائب نصيحة مني البيكساش جل هو رخم واحد في كل الألام المتسمية بيكساش جل والأول مرة جل مزود ببمب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة بيكساش جل متوفر بعبوتين كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل للحصول على بيكساش جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية أحصل على خصم 20% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر